اشتركوا في القناة كما يعرف الكل جائحة كورونا خلفت ازمات منها ما هو ظاهري ومنها ما هو بطني دم رجل المجالات وحتى الجسم الاعلامي بالخصوص الرياضي لم يسلم من تداعيتها سيد محمد الاشعري حددنا عن بعض هذه المعاناة والاكرهات التي وجهتمها انتم كصحافة متخصصة في المجال الرياضي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اخي على الاستضافة فعلا هذا الامر هذا الوباء اللعين اتى على الاخضر واليابس فعلا نحن كاعلاميين نشتغل بالصحافة الرياضية توقفت عجلة هذه المنظومة عموما لاننا فقدنا الصلة بالملعب الرياضية اللي ازيد من سنة الان ما زلنا ننتظر ان تقوم الجامعات او تقوم الجهة المسؤولة من اجل ان نشرع في الالتحاق بالملعب الرياضية الصحفي الرياضي يعاني معاناة كبيرة جدا في ظل هذه الازمة اي ازمة وباء كورونا طيب سيد محمد الاشعري قلت بان الصعف الرياضي لم تطأ قدمه للملعب لممارسة مهامه لما يقارب سنة كاملة وهذا سيكون قد اثر على مصار العديد من الاعلاميين الرياضيين خصوصا المصورين الرياضيين سمعنا ان هناك من وصل به الحال الى بيع معداته التي يشتغل بها كالكاميرا وعدساتها اليس كذلك فعلا الخليد ان الامر بلغ اكثر من ذلك ان بعد زملاء الصحفيين عانوا الامرين في مصرفهم اليومي وهذا يحز في النفس لان هذا المصور الصحفي لا يتوفر على دخل قار بل هو مصدره الوحيد هو تلك الملاعب واللعبين والاصدقاء كذلك والجماهير التي تحضر الى الملاعب فعلا هي افة كبرى بامتياز نعم سيد محمد الاشعري على ذكرك كالهاته المعانات ماذا عن النقابة الجهوية والمجلس الوطني للصحفة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هل تلقيتم وعود من هذه الجهات كتعويضات للوضع المرير الذي طالكم منذ اقلاق الملاعب هنا اتحدث عن المصور الصحفي الرياضي لا اظن ان هناك اي مبادرة من اي جهة معينة كان هناك بعض الوعود ولكن الى حد الان لم يتوصل احد من الجملاء المصورين الصحفيين بالمغرب كليا باي قيمة مادية او معنوية او ما شبه ذلك بمعنى كانت هناك وعود الى انها لحد الان لازالت حبر على ورق فقط ولم تترجم بعض لاهد الواقع اليس كذلك نعم اخي خليد فعلا نتمنى من المسؤولين وكذلك من الجهة الوصية ان تلتفت الى هذه الفئة هي بمثابة جزء من المنظومة الاعلامية بالمغرب وان شاء الله نتمنى ذلك طيب سيد محمد الاشعري كما يعرف الكل لك خبرة وتجربة كبيرة في مجلة التصوير الرياضي وسبق لك ان حصلت على العديد من الجوائز بل اكثر من ذلك انت اول مصور صحفي الرياضي مغربي يمثل المغرب في مباريات عالمية باوروبا شاهدنا تواجدك في نهاية الاوروباليك الذي جمع بين تشيلس الانجليزي وارسونال ومباراة بروسيا دورتموند الالماني وبارشالون الاسباني في دور ابطال اوروبا الموسم الماضي حددنا سيد محمد عن هذين التجربتين وما الفرق بين المصور الصحفي في اوروبا والمصور الصحفي في المغرب هل هناك فرق كبير بينهما؟ فعلا كانت تجربة رائعة تنضف الى تجربتي في الميدان الصحفي الرياضي او كمصور صحفي الرياضي فعلا حضوري في هذا النهائي كان بمتابة شريف لي ولبلدي المغرب حضرت النهائي دور اوروبا بين تشيلسي وارسونال كانت مباراة حارقة كانت تنظيم محكم فعلا شاهدت بعض الامور تنظيمية التي تغيب في ملاعبنا هنا بالمغرب ولكن عموما الفرق بين الصحفي المصور المغربي وكذلك بالديار الاوروبية ليس هناك فرق كبير لا سيما اننا نتوفر على امكانيات ربما نفس الامكانيات فيما يخص اليد صور الا استثنينا المسألة التنظيمية المسألة التنظيمية هي المهمة في هذا الامر لان تحس بنفسك في ارضية ملعب وانت تمتلك مقعدا لك خاصا بك وانت لديك جميع الظروف تكون ملائمة للقيام بعملك كمصور صحفي ولا يمكن ان انسى تنويه ديال الزملاء الصحفيين بجهة سوس مسأ واخص بالذكر السيد رئيس الجمعية الجهوية لمصور الصحفة الرياضية السيد عزيز الصالحي اللي كان سندا لي في هذه التجربة شكرا شكرا جزيلا لك السيد محمد الاشعري الإعلامي الرياضي ومدير موقع موروكو ميديا نيوز على كل هذه التوضيحات بهذا متتبعين الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذا الحوار نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه خالد بادو أخبار الفجر المغربية أتشايرة